يعقد مؤتمر المكان القانوني للجماهير العربية يوم غد الجمعة في مدينة الناصرة بحضور باحثين ومؤسسات أهلية ومحامين وبمبادرة مركز مسوى لحقوق المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد هذا وسيشمل المؤتمر عشرات المتحدثين بعددا من المحاور ومنها التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني بين الانتخابات البرلمانية والمحلية عن هذا الملف ينضم إلي المحامي وأحد الضيوف المتحدثين أيضا في هذا المؤتمر دكتور قيس ناصر مساء الخير يعني بداية دعنا نتحدث عن أهمية طرح هذه القضايا المحاور أيضا التي ستطرح في هذا المؤتمر وفي مؤتمر يحمل عنوان المكان القانوني للمجتمع العربي وطبعا في سياق الحديث عن خصوصية هذا المؤتمر في هذا التوقيت في الحقيقة يعني يأتي مؤتمر مركز مسواف في توقيت حساز جدا من الناحية الأولى نحن نتحدث عن عشية التئام حكومة جديدة معروفة بتطرفها وأرائها المسبقة ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل وما أرجندتها الواضحة من مشاريع قوانين ومشاريع لتضييق الخناق أكثر على مجتمعنا العربي في الداخل والأمر الآخر أننا في هذا الأسبوع تحديدا نسجل مرور أكثر من خمسة أعوام على قانون كيمينيتس وعلى قانون الوزيع شاكيد في حينه لتطبيق قانون كيمينيتس والذي زود السلطة القطرية لتنظيم البناء بكل الأليات السريعة لهدم البيوت في المجتمع العربي لملاحقة المواطنين العرب إداريا وقضائيا وفي المؤتمر يوم غد المؤتمر ألهام في نظري لأنه يتناول كل القضايا الفاصلة والمحوائية لمجتمعنا سنناقش أيضا ورقة بحث طرحتها فيما يتعلق في قانون كيمينيتس ووفق المؤطيات التي حصلت عليها لأجل هذا البحث يتبين أن الغرامات التي أنزلت بالمواطنين العرب حتى اليوم بعد سن قانون كيمينيتس تجاوزت المائة مليون شاكل نحن نتحدث في مظري عن مصيبة كبيرة وعن مأساة كبيرة نحن نتحدث عن أمر أدى إلى ترحيل العديد من العائلات العربية إلى العديد من حالات إقفال ورشاة العمل وأرزاق الناس في المجتمع العربي بحجة البناء غير المرخص يعني في حين تم تجميد ملف التخطيط وتعويق المخاططات الهيكلية للمجتمع العربي ولا يحظى المواطن العربي بالفرصة الحقيقية للحصول على رؤسة بناء سواء للمأوى للسكن أو سواء حتى للعمل ولحرية العمل يأتي قانون كيمينيتس ويحول المجرم في نظر الدولة إلى ضحية والضحية وهو المواطن العربي إلى مجرم هذا أمر يعني اليوم في هذا الأسبوع نحن نسجل مرور خمسة أعوام على هذا القانون الغاشم ولذلك في ظل مرور هذا القانون وسريان مفعوله واستمرار ملاحقة المجتمع العربي وعشية حقومة أظن أنها ستزيد من أنفوان هذا القانون يضع المؤتمر لمركز مسواء غدا وهم مشكرون جدا على هذا المؤتمر يضع تحديات جديدة لمجتمع العربي يضع النقاط على خطوط عريضة لهذا المستقبل القريب أنا أظن لا من باب التخويب إن من باب تصوير الواقع نحن أمام عتبة على عتبة فترة جديدة تحملنا جميعا كمواطنين وكقيادات وكسلطات محلية عربية مسؤولية كبيرة تجاه الناس وتجاه المواطنين ويحملنا أن نضع برنامج عمل فعلي لمواجهة هذه التحديات من أجل حماية وجودنا واستمرار بقائنا في هذه البناء دكتور قيس عندما نتحدث عن سياسات الهدم الممنهجة اليوم نتابع أيضا ما يحدث في الطيب وكل هذه الإختارات أيضا والمباني والبيوت المهددة بالهدم وفي سياق الحديث عن خصوصية هذه المرحلة والحكومة اليمينية المتطرفة الوشيكة ماذا عن الجهاز القضائي وحضر تكراج القانون وتتعامل يعني يوميا مع هذه الملفات ما هي دعنا نقول يعني خشية المحامين اليوم من هذا الجانب أيضا وتعامل الجهاز القضائي مع هذه الملفات يعني هذا التخوف كان قبل سن قانون كاملتس وكان بعد قانون كاملتس يعني نحن حينما طرح قانون كاملتس في صيغته الأولى قبل أن يصدق في الكنيسة حذرنا من أن هذا القانون يعطي الجهاز المحاكم في إسرائيل يعني حسب هذا القانون يستطيع مفتش الوحدة القطرية أن يعطي أمرا بهدم بيت دون محكمة ودودة إذن مسبق من المحكمة هو يستطيع أن يغرهم مواطن بأكثر من 300 ألف شاقل دون محكمة ودون محاكمة يعني واليوم حينما تذهب إلى المحكمة المواطن يود التوجه إلى القضاء ويطالب بتجميد أمر هدم يعني باب المحاكم يكاد يكون مقفلا لأن حسب قانون كيمينيتس لا تستطيع المحاكم تجميد أوامر هدم إلا في حالات نادرة وإلا في ظروف نادرة جدا ولا تستطيع أيضا المحاكم أن تدخل في قيمة الغارمات التي تنزل على المواطن إلا في حالات نادرة بمعنى أن قانون كيمينيتس حول كل التعاون مع ملف التنظيم والبناء من تعامل قضاء قانوني إلى تعامل إداري سلطوي يعني أصبح إنزال أمر الهدم هو قضية سياسية إداية تنفذية بدل أن تكون قضية حقوق إنسان وقضية قضاء وقانون ولذلك نحن نقول عدا عن المساس بالمجتمع العربي هذا مساس في ركن من أركان أي مجتمع يعتبر نفسه مجتمع ديمقراطي يعني لا تستطيع الدولة أن تعرف نفسها على أنها دولة ديمقراطية إذا ما كان الجهاز القضاء فيها معطلا على هذا الشكل ولذلك أنا أقول أن قانون كيمينيتس عمليا أوصد أمام المواطنين المتظلمين من جرائم في نظر الهدم أوصد أمامهم بأبواب المحاكم وهذا أمر خطير جدا وأمر علينا أن نتنبه إليه جميعا هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتوجه للمحاكم وأصبحت أن نرفع أيدينا وأن نستسلم على العكس أن هذا الموضوع علينا دائما أن نطرحه كقضية عليا أمام المحاكم العلية أمام المحافل المحلية والدولية أمام كل محفل قضائي يعني بأن تكون هناك ديمقراطية وحقوق إنسان بأن هذا القانون في إسرائيل هو قانون غير مسبوق هذا القانون حول القضاء في إسرائيل إلى موظفين لدى السلطة القطرية للتنظيم البناء أصبح القضاء ما يسمى خواتم وأختام بيد السلطة وهذا خطير جدا دكتور قيس يعني كنت قد ذكرت كل موضوع برنامج العمل وأليات العمل على هذا الملف يجب أن يكون على رأس سلم أولويات يعني جميع الجهات في المجتمع العربي يوم غد ستكون لك مداخلة في محور المجتمع العربي الفلسطيني بين الانتخابات البرلمانية والمحلية وهذا يأخذني يعني لأن أسأل عن دور السلطات المحلية نحن مقبلين يعني عام المقبل على انتخابات السلطات المحلية بدون شك لن تكون الصورة وردية يعني ربما هذا الملف سيقلق كل من سيكون على رأس أي سلطة محلية أو بلدية عربية برأيك كيف سيكون شكل التعامل أيضا مع هذه القضايا؟ يعني في الحقيقة يعني دائما هناك نوع من الانتقاد على سلطاتنا المحلية العربية أو اتهام بالتقصية ولست من باب المدافع أو من باب الذي يود أن يجمل صورة السلطات المحلية العربية ولكن أنا أقول أن سلطاتنا المحلية العربية هي أيضا كما المواطنين تدفع ثمن تقصير الدولة في مجال التخطيط يعني أي بيت يهدم يأتي المواطن ويتهم رئيس السلطة المحلية أي تقصير في التخطيط السلطة المحلية العربية هي العنوان للمواطن بمعنى أن الدولة حولت تقصيرها إلى السلطة المحلية العربية وأصبحت هي المذنب أمام المواطن العربي وفي الكثير من الأحيان السلطة المحلية تقول أيدينا مكبلة هل هي كذلك دكتور؟ هي كذلك بمعنى أن اليوم كل موضوع التخطيط في المجتمع العربي يحرهك ويدار من قبل مديرية التخطيط العليا على سبيل المثال حتى كل العطاءات والمناقصات التي تنشر لانتخاب مخططين لإعداد الخرارة الهيكلية في المجتمع العربي السلطات المحلية العربية لا سلطة لها على هذه المناقصات السلطة المحلية العربية لا تستطيع أن تعطي أي أمر للمخططين وأنا دون المساس بقيمتي حتى أن المخططون من قبل وزارة الداخلية ووزارة البالية لا يعتبرون السلطات المحلية العربية لاعبا رئيسيا في التخطيط نتحدث عن تخطيط يفرض من الأعلى على سلطاتنا المحلية العربية نتحدث عن تخطيط بمنظومة غربية تحاول أن تحول المجتمع العربي إلى مجتمع غربي بشكل سريع جدا ولذلك أنا أقول مع كل دعوتنا أن تقوم سلطاتنا المحلية العربية بتنجيع نفسها والتعامل بشكل أصلح مع تواقمها المهنية إلى جانب ذلك علينا أن نعي أيضا أن سلطاتنا المحلية العربية مقدوراتها وقدوراتها محدودة إذا السياسات العلية التي تفرض عليها كما المواطنين أنفسهم بدون أدنى شك الملف مركب ومعقد ويعني لن يكون التعامل معه سهل على جميع الأصعدة سنتابع أيضا مخرجات هذا المؤتمر جزيلة شكر لك المحامي وأحد ضيوف المتحدثين في المؤتمر دكتور قيس ناصر شكرا جزيلا لك